في قصة على وسائل التواصل الاجتماعي من القصة السخيفة جداً وأنا بحبش السخافة دي بس يعني ده واقع بنقوله موجود عندنا وبيأثر على الناس اللي تقراه فإحنا لازم نواجهه ونعالجه في إطاره يعني ما نخبش رأسنا في الرمل موضوع ده واحد مخرج اسمه تامين يونس ده مخرج إعلانات وحاجة من هذا القبيل وكان متزوجاً من ممثلة مبتدئة اسمها نادا عادل عادي ده حاجات احنا انا معرفهمش اللي كانوا لأول مرة اسمعانا لكن فجأة خرجت الممثلة المبتدئة على صفحتها على انستجرام وقالت فجرت مفاجأة ايه يا ستي قالت انا تعرضت للاختصاب يا ساتر يا رب قالت من زوجي ازاي يا ستي الكلام ده قالت اه تب انت متطلقة بقالك ثلاث سنين ولا سنتين افتكرت دلوقتي ان انت مختصبة او زوجك اختصبك فاحنا بقينا خرج زوجها اللي هو تميم يونس وقال الكلام ده ما حصلش ونفى تماماً ما ادعته طلقته اللي هي نادا عادل دي اللقطة دي اللقطة لطب الموضوع يعني الموضوع سخيف الحقيقة والمجتمع يعني عيب ان نتكلم في هذه الامور لكن هل هل الاخت نادا والاخ تميم هل هم متفقين انا بسأله الله سئلة ما تتقال هل متفقين ومعملوا الفرقعة دي عشان ترند الله يلعن الترند الله هو اعلم هل هي ستي نادا دي قامت خرجت بهذا الموضوع عشان تلفت النظر ومن ثم كل ناس تتكلم ومن ثم واحد زي حالتي يتكلم ربما انا معرفش لكن يا جماعة يا جماعة احنا لهذا الحد اصبحت الفضيلة غريبة في دورنا لهذا الحد الفضيلة بتنتحب الفضيلة بتبكي الخجل ما يجري في غرف النوم هكذا يخرج على الملأ يا اخي يعني ربما تكون البنت عندها حق تتطلب الطلاق يعني فيه عندنا حلول لهذا لكن احنا نقعد نفضح بعض طب وإنه هيفيدك وإنه هيضرك من جراء هذا الاعلام